أنا قدام اختيار من الاختيارين يا إما أعد أتحصر في الوجع والمشاكل اللي حوالي والشر ووجه سهامي إلى الله ولومه وأعد أقول له أنت إزاي سايب ده يعمل كده وإزاي سايب الشر ده يحصل كده وهذا هو الاختيار الأسهل بالمناسبة الأسهل اللي هو إيه المسؤولية مش علي أنت يا رب اللي عملته كل ده ده اختيار اختيار أسهل بس الحقيقة ده الاختيار الأكأب أكأب هنا جاء من الكآبة نعم لأنه ده اختيار يصحبه قوي الحزن والكآبة والانحصار في الزات والإنحنان والاستسلام والاستسلام أو اختيار تاني إني يعني أتضع أمام الله واسأل أسئلتي في محضره واستقبل منه إجابات داخلية بقلب وأنا يعني وأنا يعني آتي بقلب متضع أمامه أنا جاي متضع أمامه أسأل أسئلتي أسمع منه إجابات أبرأه من الاتهام ده أنا الزهو أعرف لما دانيال قال له كده لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوقت تذكرتني بأساف اللي كان قلبه متذمر ومتمرمر حتى دخلت مقادس الله فعلا الإنسان في محضر الله تتغير الصورة بيبتدي يشوف في منظار إلهي روحي بيختلف عن النظرة بتاعته أكمل في الاختيار ده باجي بالتضاع قلبه قدام الرب وصلي وقول له رب اتدخل حط حد طلع خير من اللي بيحصل اتدخل بصلاحك وحكمتك وأنا واثق فيك مش هعد يعني أضعك في قفص الاتهام وأنا على منصة القضاء وأعود حكمك انت ليك البر وأنا مسكين وغلبان وعارف حدودي الحاجة الأخيرة أكمل مسيرة التجسد أني أشاور على المسيح وعيش المسيح بحسب له أربعة الممسوح لكي يبشر ويطلق ويرسل المتصحقين في الحرين آمين 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 يعني ما بنشبعش يأسيس لكن بشكر الله من أجلك ومن أجل خدمتك ربنا يستخدمك ويستثمر أكتر في حياتك شكرا كتير كتير وفعلا ربنا يكافك على كل تعب محبة أظهرته في خدمة الرب ربنا يبارك شكرا كتير عوز أختم بآية بعد إذنك كمان قسيس في سفر الجامعة صحاح خمسة والآية تمانية إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما أنا بحب تعرفوا كلماتنا البسيطة اللي كانوا أمهاتنا وأبائنا يقولوها في كل بساطة ولكن يعني فيها قوة ديناميكية جبارة قوة إلهية كان دائما نقولولنا في رب في رب صحيح في رب فوق الكل كل اللي عم نشوفه كل اللي عم بحدث في رب يمكن في أمامنا تحديات زي أيام إليا حتى ما تتعرجون بين الفرقتين ولكن عندما نزلت نار الرب سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله يمكن العالم حط الرب بعيد وصوروا بشكل خاطئ أو مزيف للناس لكن في رب أنا بدعو الكنيسة نتصلي وتطلب وجه الرب ونتوب ونرجع للرب ونبتدي نكون سبب بركة وبلسم وشفاء لكل من حولنا المفروض إحنا نكون بركة والمفروض إحنا فعلا نكون رسالة حية نعلن شخص المسيح طبيعة المسيح وصفات المسيح في حياتنا إلى اللقاء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر